إذن هو اهتمام كبير توليه الدولة المصرية للعملين منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي المسئولية ركزت استراتيجية الجمهورية الجديدة على دعم وتطوير الأيدي العاملة على كافة المستويات وتوفر الحياة الكريمة لهم وعلى مدار عشر سنوات ماضية كان العمال بمثابة الوقود في معركة بناء الجمهورية الجديدة وسهمت المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل ربوع مصر في توفير الملايين من فرص العمل لكل فئة المجتمع اهتمام كبير أولته الدولة بالعاملين منذ أن تولي رئيس عبد الفتاح أسيسي حيث ركزت استراتيجية الجمهورية الجديدة على دعم وتطوير الأيدي العاملة على كافة المستويات وتوفير حياة كريمة لهم وعلى مدار العشر سنوات الماضية كان العمال بمثابة وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة وسهمت المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل ربوع مصر في توفير الملايين من فرص العمل لكل فئة المجتمع كما نجحت الدولة منذ تولي رئيس عبد الفتاح أسيسي المسئولية في خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية والحرص على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور بإجمالية سبع زيادات للحد الأدنى للأجور ليصل إلى ستة ألاف جنيه للعاملين بالقطاع العام بزيادة تقدر بخمسين بالمئة بعد أن كان سبعمائة جنيه في عام 2012 واهتم الرئيس أسيسي بأحوال العمال تقديراً لدورهم في عملية التنمية فأصدر قرارات عديدة لصالحهم منها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ وصرف إعانات فورية على ست دفعات بقيمة ثلاثة ألاف جنيه بإجمالي ما يقرب من ستة مليارات جنيه للعمال المتضررين من أزمة جأحة فيروس كورونا المستجد ذلك ضمن توجهات القيادة السياسية برعاية وحماية العاملين من تبعات الجائحة استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة استهدفت التوسع في بناء المشروعات الكبرى وساهمت في رفع معدلات التشغيل مما أدى إلى الخفاض معدلات البطالة بنسبة واحد ونصف بالمئة سنوياً وفي مجال التشريعات تم إصدار العديد من القوانين لدعم الأيد العاملة من بينها قانون الخدمة المدنية لعام 2016 والذي كفل العاملين حقوقاً وواجبات في العمل من حيث زيادة العلوات الدورية والترقيات والمشاركة في الإدارة مروراً بقانون حق التنظيم النقبي لعام 2017 وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وأخيراً إصدار قانون العمل والذي حدد واجبات العامل وصاحب العمل لم يكن العاملون بالخارج بمنأة عن أولويات الدولة التي أطلقت العديد من المبادرات والتي تتيح للعاملين المصريين بالخارج التواصل مع الجهات المختصة حتى تتمكن كل جهات الدولة من الإطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم وحصولهم على حقوقهم المالية والقانونية كما حصلت المرأة العاملة على العديد من المكاسب التي لم تكن معروفة من قبل وأطلقت الدولة الخطط الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل والتي كانت خطوة غير مسبوقة لدمج الإينات في سوق العمل وتوفير إطار داعم للمرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية على صعيد أصحاب القدرات الخاصة حدد قانون العمل الجديد عدداً من الاشتراطات التي من شأنها تأهيل وتدريب ذوي الهمم لدمجهم في منظومة العمل وتوفير فرصة عمل وفقاً لإمكانيات كل شخص فضلاً عن تخصيص نسبة الخمسة بالمئة من القوى العاملة بالقطاع الخاص لذوي الهمم